السلام عليكم خبر صادم للبلوغر واليوتيوبر المصريين وتعليق اليوتيوبر محمد فرق على هذا الموضوع قبل التفاصيل نتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية ولو بتشوفوا القناة الأول مرة نقدم عليها أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات بإذن الله ستنال أعجبكم خبر صادم وجديد اليوم لليوتيوبر والبلوغر المصريين أعلن منذ قليل رئيس مصلحة الدرائب وقال أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى مثل البلوغر واليوتيوبر عليهم التوجه إلى مصلحة الدرائب لتسجيل بمأمورية الدرائب على الدخل المختص وكذلك التسجيل بمأمورية الدرائب القيمة المضافة المختصة متى بلغت إرادتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهر من تاريخ مزاورة النشاط وعلق على ذلك البلوغر محمد فرق وقال إن هذا الأمر سيجعل لهذا النطاق من العمل كيانه الخاص وأضاف قال أنا بعيداً تماماً عن هذا الموضوع لإني فاتح شركة دعاية وأعلان ولها بالفعل ملف ضريبي مؤكداً أن محتوى الفيديوهات الخاص به يغدم أهداف الشركة وقاله كده وقال أنه كان متوقعاً أم عاجلاً وأضاف وقال أن هذا الأمر مفيد لجميع البلوغر مما يجعل لهم شأن عملي خاص بهم دون شك في ناس ضد فكرة البلوغر وشايفين إنها ملهاش لازمة لأن القوانين دي هتخلي الشغل ده لكيان تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله